بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم اليوم إن شاء الله مع درس آخر من دروس الضوايا اللغوية لتلاميذ السنة الثالثة المتوسطة الأصل أن هذا الدرس كان من دروس الفصل الثالث لتلاميذ السنة الثانية هذه السنة أدمجة مع دروس السنة الأولى هذا الدرس هو الفعل المجرد والفعل المزيد وأوزانه الفعل المجرد والفعل المزيد وأوزانه سنتعرف على ما معنى الفعل المجرد وما معنى الفعل المزيد ولماذا نعرف هذا لماذا نعرف هذا ما أهميته بإذن الله هذا كله سنعرفه في هذه الحصة فتابعوا مرحبا مجددا طيب لابد أن تعرف شيئا مهما جدا هو أن الفعل له عدة تقسيمات لابد أن تعرف أن الفعل لديه عدة تقسيمات أنا لما أقول لك مثلا ما أنواع الفعل لو تروح تقول لي ماضي ومضارع وأمر هذا خطأ لأني قولي ما نوع الفعل ما نوع الفعل من حيث ماذا من حيث الزمن من حيث الزمن ماضي مضارع وأمر من حيث اللزوم والتعدية من حيث احتياجه لمفعول به عندي لازم ومتعدن طيب من حيث الحروف من حيث الحروف الصحيحة والمعتلة عندي صحيح وعندي معتلة صحة من حيث الحروف أصلية وزائدة عندي مجرد وعندي مزيد إذن عندي مجموعة من التقسيمات عندي مجموعة من التقسيمات تمام؟ إذن إذا طلبت منك نوع الفعل من حيث الحروف الأصلية والزائدة فتقسمه إلى مجرد ومزيد الفعل المجرد أنظر مزيد يعني في حروف زائدة مجرد ضده يعني كل حروفه أصلية الفعل المجرد هو ما كانت جميع حروفه أصلية ولا يمكن الاستغناء عن أي حرف فيها وإلا تغير المعنى مثل نصارى ضربة مناعة حسنة علمة حسيبة إذن الفعل المجرد هو ما كانت جميع حروفها أصلية ننزع حرفي تغير المعنى ننزع حرفي تغير المعنى لا يمكننا أن أزعى أحرفا منه وهو إما ثلاثي ثلاثي أو رباعي ثلاثي أو رباعي ولماذا نعرف أنه ثلاثي أو رباعي؟ لأنه بعدين لما نأتي نزيد له حروف هو الفعل أقصى هو ستة أحرف يعني الثلاثي قادر نزيد له حرف قادر نزيد له اثنين قادر نزيد له ثلاثة كأقصى تقدير باش يرجع ستة واضح؟ طيب لاحظ معي الآن أوزان المجرد أوزان المجرد الثلاثي وأوزان المجرد الرباعي المجرد الثلاثي شوف الفرق في حرف العين فعلة انظر نصارى نصارى على وزن فعلة صح؟ طيب هذا فعلة في الماضي نجد فعلة وفعلة وفعلة بسيط جدا فتحها ضم ما كسر فعلة وفعلة وفعلة فعلة في المضارع يكون فيه يفعل كما النصارى ينصر قاعد يقعد ولا يفعل فعلة يفعل ضرب يضرب جلس يجلس ولا يفعل فتح يفتح وذهب يذهب إذن فعلة هذا المجرد الثلاثي فعلة مضارعه العين يعني فيه الحركات الثلاث يفعل يفعل ويفعل طيب فعلة فعلة آه فعلة فيه فقط يفعل ويفعل هنا تبدأ النتيجة تظهر شعر فعلة فيه فقط يفعل ويفعل وليس فيه يفعل الفعل فعلة لما تجد فعلة مضارعه في حياتك ما تدله ضم يفعل يفعل ها هذه خاطئة ما فائدة لما عرفت هذا عرفت هذا إذن فعلة يفعل فريح يفرح على ما يعلم ويفعل حسب يحسب ونعم ينعيم طيب فعلة فيه فقط يفعل لا تجد لا تجد فعل فعل تجد معه يفعل أو يفعل دائما يفعل كرم يكرم سهل يسهل إذن هذا الفعل الثلاثي ما ليش أن تعرف أن تعرف فقط أنه الفعل المجرد هو ما كانت جميع حروفه أصلي ما كانت جميع حروفه أصلي حاول أن تفهم هذه الأوزان حاولت أن تفهم هذه الأوزان طيب بنسبة للمجرد الرباعي فعل 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 مضارعه يفعل يفعل دحرج يدحرج زلزل يزلزل بعثر يبعخر طمأن يطمئن وسوس يوسوس سيطر يسيطر تقول أنت الآن مثلا كيف نعرف أن هذا الفعل كيف نعرف أنه فعل هذا قرأ مضارعه يقرأ ليقرؤ ليقرؤ لا تتعب نفسك هناك يعني بعض الكلمات مشهورة ننطقها مباشرة مشهورة لكن الاعتماد في ضبط عين مضارع المجرد الثلاثي فعل ولا فعل ولا فعل على السماع وقواميس اللغة هذا نعرفه من القواميس لذلك مش رح يجيك في الاختبار يقول لك مثلا هذا الفعل الثلاثي أعطني مضارعه لا لا يكون هكذا السؤال يقول لك استخرج لي فعلا مجردا أنت تبحث عن فعل ولا فعل ولا فعل ثلاثي أو رباعي فعل أنا أحضرت لكم من القاموس مثال كنزا كنزت المان كنزا من باب ضرب احنا عنا ضرب هذه أوزن مشهورة ضرب يضرب إذن كنزا يكنز وادخرته وكنزت التمر في بعائه كنزا طيب إذن كنزا من باب ضرب وعندي ضرب هي ضرب يضرب إذن كنزا يكنز شفت الفلقاء موسكي فيعطيك طيب أتم بالمكان يأتم ويأتم أتوما من باب تعب تعب في فعل تعب يتعب من باب تعب لغة أي أقام هذه أتم يعني أقام تعب تعب عندي تعب يتعب إذن أتم تعب أتم يأتم أتم يأتم أي أتم يأتم ويأتم فضبط لك عين المضارع يأتم ويأتم رحظ قال لك أتم بالمكان يأتم ويأتم أتوما ومن باب تعب لغة من باب تعب تعب يتعب يعني يأتي بالفتح يأتم في لغة من اللغات في لغة من اللغات هنا يعني في القاموس يعطيك يعطيك يعني اللفظة وكيف يكون حركة عينها طيب لاحظ معي هنا طيب هنا ما زالنا في المجرد سنذهب إلى المزيد بعد قليل استخلج الأفعال المجردة من الفقرة الآتية ثم بيّن وزنها ووزن مضارعيها وجاد عبد الملك بن مروان رجع على رجل فجفاه وأطراحه وجد يعني غاضب عليه ثم عاد إليه بعد أيام لأمر عنا له يعني ظهر يعني أمر عنا له يعني الأمير وآليت ألا أرضى عنها حتى يرضى عني أمير المؤمنين فأعجب عبد الملك بكلامه وجعله من أصحاب الحضوة عنده إذن عندي الفعل وجد وجد ألوزن فعل يجيد مضارعه يعيد جفى فعل يجف عاد قال ألوزن فعل يعود يقول يفعل مس فعل يمس يفعل ألا ألوزن فعل يألو يفعل وجعل ألوزن فعل يجعل ألوزن يفعل طيب هذا هو الفعل المجرد إذن الفعل المجرد عندي إما ثلاثة وإما ربعي الثلاثة ماضي فعل وفعل وفعل يتغير فقط الحرف يتغير فقط الحرف الواسط العين والمجرد الرباعي فعل لا يفعل له هاي بسيطة طيب هذا بالنسبة للفعل المجرد الفعل المجرد قلنا فيه ثلاث أحرف أو أربع أحرف تفهم هذه بسيطة الآن ثلاث أحرف وأربع أحرف وأقصى رح يكون فيه ستة أحرف أقصى الفعل ستة أحرف إذن الثلاثي بشي وصل ستة إما نزيد له حرف إما نزيد له حرفين إما نزيد له ثلاث أحرف والرباعي إما نزيد له حرف إما نزيد له حرفين إن شاء الله واضح هذا الشيء واضح جدا طيب لاحق ما هي هنا الفعل المزيد وأوزانه هو ما زيد على حروفه الأصلية حرف أو أكثر حروف الأصلية ثلاثة وأربعة نزيد له حرف أو أكثر حتى يرجع ستة أحرف المباني الزائدة عشرة مجموعة في قولك ما هي الأحرف الزيادة أحرف الزيادة هي سألتمونيها سألت السين ألف لامتا ميم واو نون يا ها وألف مت ولا أقول أسألتمونيها نفس الحرف نجمحها في جمل الحد الأقصى في عدد أحرف الفعل هو ستة هنا قلنا الثلاثي يمكن أن نزيد فيه حرفا أو حرفين أو ثلاث أحرف والرباعي يمكن أن نزيد فيه حرفا أو حرفين جام جي ها ثلاثي نزيد له حرفي يصير أربعة ثلاثي نزيد له حرفين يصير خمسة ثلاثي نزيد له ثلاث أحرفي ولي ستة رباعي نزيد له حرفي ولي خمسة رباعي نزيد له حرفين يولي ستة طيب وهذه هي هذه هي اه اوزانه. المزيد بحرف. طيب فعل هاي. افعل زنالو الف. فعل زنالو شدة. فعل زنالو الف. من فعل زنالو الف ونون. فتعل زنالو الف وتاء. انظر تخلي فيها عين ونام واشوف الحروف باقي الحروف الزيادة. فعل زنالو الالف وزنالو الشدة. تفعل زنالو التاء وزنالو الالف. وتفعل زنالو وازنالو الشدة لما في ثلاث أحرف استفعلا زنالو ألف سين وفعو على زنالو الألف والفاء والعين الثانية وفعو على زنالو الألف وفعا لازنالو الألف وزنالو الثانية وزنالو الشدة ما الحدف من هذا ما الحدف من معرفتي هذا شاف معي لكل وزن من هذه الأوزان معنا خاص به لكل وزن من هذه الأوزان لو تروح لكتب الصرف ماليش أنت الآن لن تذهب إلى ذلك ستعرف فقط فعل مزيد وتستخرج عدد الأحرف الزائدة فقط هذا الذي يهمنا وتعرف بعض الأوزان كيف أتعرف تصرف الفعل تضع الوزن التاعه الميزان الصرفي ثم تنزع الحروف الزوائد تخليه فعالة تمسك هذا الفعل مثلا استخرجه مثلا مثلا نطق فعل بصير قاتل قاتل على وزن فعالة فعيلة كم يبقى لي من حرف واحد إذن هذا مزيد بحرف واضح إن عقادة عقادة ألف ونون استعمرة عمرة ألف سين تاع مثلا هذه استعمرة استطعمة لما تجد فعل في ألف وسين وتاع في البداية تعرف أنه معناها طلب الشيء استطعمة طلب الطعام فلما أتيا أهل قريتين فلما أتيا أهل قريتين استطعما أهلا يعني طلبا كيف عرفنا ألف سين تا الرباعي الرباعي عندي الرباعي مزيد بحرف واحد تفعل هذا فعل زلزل تزلزل تدهور دهور تبعطر بعطر تدحرج ذحرج وعندي المزيد بحرفين فعل لا هذا هذا ناقص قليلا حرنجمة أي أراد أمرا ثم رجع عنا وعندي فعل مثل أطمأن فعل لا فعل لا أي أطمأن إذن هذا هو الرباعي يزيد بحرف حرفين وثلاث cuori ثلاث يزيد بثلاث أحرف حرف وثلاث أحرف عين الفعل المزيد مما يلي وبين نوعه جلس تفاهم ابتدأ جاهد أكرم عليم ورد استفهم طيب نحن الآن سننظر الأفعال المزيدة تفاهم لو سنتفاعل انظر فعين لم تبقى التأول آليف مزيد بحرفين ابتدأ افتعل فعين لم تبقى ألف والتأ مزيد بحرفين جاهد فعين لم يبقى لحرف واحد مزيد بحرف أكرم أفعال بحرف الألف علم فعال مزيد بحرف والشدة استفهم استفعال مزيد بثلاث أحرف فعال ألف سنتاء تزلزل تفعل انظر هذا ربعي مزيد بحرف انطلاقة فعال ثلاثي مزيد بحرفين ألف و النون تصدق تفعل وانظر مزيد بحرفين التأ والشدة طمأن فعال ربعي مزيد بحرفين الألف والعم ارتضى افتعل مزيد بحرفين ألف والتأ تبين تبين تفعل مزيد بحرفين التأ والشدة استمد استفعل ثلاثي مزيد بثلاث أحرف ألف والسين والتأ أصدهم مد مد وص فعال ثلاثي مزيد بحرف وانظر للشدة تفوق تفعل مزيد بحرفين التأ والشدة واخترع وفتعل مزيد بحرفين الألف والتأ دائما اعمل وزنا للفعل انزع منه فعال إذا كان ثلاثي ولا فعلا لإذا كان رباعي وانظر إلى الحروف الزائدة وقل هذا مزيد بحرف أو مزيد بحرفين نفع الله بكم وبركة فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته